من بغضاد ينضم إلينا محمد فاضل مراسل الغد محمد كيف ترصد لنا ردود الفعل في الشارع العراقي بعد إعلان عادل عبد المهدي نيته تقديم الاستقالة إلى مجلس النواب هبة الأفراحية سيدة الموقف في الشارع العراقي خصوصا في ساحة التحرير هناك فرحة كبيرة هناك إطلاق للألعاب النارية وأيضا أهازيج فرح بدت تظهر على المتظاهرين والمحتجين وحتى في الشوارع العراقية بعد أن قرر عبد المهدي نيته تقديم استقالته إلى البرلمان هم يقولون بأن هذه الاستقالة أصبحت واقع حال يعني مجرد الإعلان عن نيته لتقديم الاستقالة فهو بمثابة أنه قد أقيل أو استقال وبالتالي يعتبرون بأن هذا الأمر هو أحد المطالب المهمة والرئيسية التي طالبوا بها منذ شهرين وأنها بداية التغيير الفعلي الذي سيحدث في العراق تقديم هذه الاستقالة ربما جاءت بحسب المعنيين بعد ضغوط كبيرة مورسة على عادر عبد المهدي من قبل الكتل السياسية وبعد أيضا تهديد غير واضح كان مبطن من قبل المرجعية التي ربما هددت بإقالة الحكومة أو بضرورة تقديم إقالة الحكومة على كل هذا القرار كان مفلحا لأغلب الشهر العراقية أحد الأسباب التي دفعت عادر عبد المهدي لتقديم استقالته لكن في نفس الوقت هناك ضغط جماهيري كبير لمدة الشهرين كان يمارس على الحكومة العراقية لتقديم استقالة عبد المهدي من رئاسة الحكومة وبالتالي هذا الأمر أيضا وارد ومهم بالنسبة لموضوع الاستقالة إضافة إلى أن النواب سرعان ما تحركوا خلال الساعات القليلة الماضية لجمع تواقع وتقديمها لرئيس الجمهورية لغرض إقالة عبد المهدي وبالتالي الرجل أنصع أخيرا وأعلن عن نيته لتقديم الاستقالة رغم أنه أشار إلى أن الاستقالة قدمها أكثر من مرة وأن الاستقالة جاءت لحق اندماء العراقيين لكن في كل الأحوال يعني كما قلت قنا نقول بأنه لن يستقيل إلا إذا كان هناك بديل هل اختفت مشكلة البديل الآن محمد؟ مشكلة البديل التي طرحها سيد عادل عبد المهدي الآن لم تعد موجودة على اعتبار أنه قرر أن يقدم استقالته وبالتالي سيكون رئيس الجمهورية هو المعني بتسيير الأمور بدلا من سيد عادل عبد المهدي لحكومة طوارئ أو يختار شخصية لتمشية الأمور لحكومة طوارئ وبالتالي ما أعلن عنه عن مشكلة البديل وربطها بالأحزاب السياسية لم تعد يعني تجدي نفعة بالنسبة كأحد الأسباب لبقائه في الحكوم لكن على كل كما قلت أن الأفراح هي سيدة الموقف في الشارع العراقي هم الآن يطالبون ليس بإقالته فقط يطالبون أيضا لإجراء محاكمة عادلة للسيد عادل عبد المهدي على جرائم التي يقولون لأنها ارتكبها خلال التظاهرات بقتل المتظاهرين إضافة إلى مطالبهم الأخرى بتغيير الطبقة السياسية لكن على كل هل سيكون القطوة القادمة المطالبة بحل البرلمان؟ هبى بالفعل سرعان ما رفع هذا الشعار هو حل البرلمان أيضا لكن البرلمان الآن لن يحل على اعتبار أنه البرلمان منتخب من قبل أو جاء بانتخابات وبالتالي هو البرلمان من سيصادق على استقالة سيد عادل عبد المهدي ومن ثم سيذهب لربما البرلمان لإجراء أصلاحات يعني كل المعطيات تقول بأن البرلمان ربما لن يستقل لكنه مطلب المطالب الجماهير التي خرجت إلى الشارع لكن بكل الأحوال سيبقى البرلمان سيعد القانون الانتخابات سيعد القانون أيضا مفوضية الانتخابات سيشرع العديد من القوانين التي موجودة داخل البرلمان أو التي ستأتي من الحكومة حتى وإن كانت حكومة طوارد طبعا وبالتالي البرلمان باقي على ما أظن باقي طبعا بحسب الدستور وبحسب ما هو موجود هل يطلق الشارع ذلك أن المسألة تحتاج إلى الوقت لحين حل البرلمان بمعنى هل سنشهد هدوءا حذرا في الشارع لحين اتخذ خطوات أخرى من قبل النواب هذا أمر وارد لكن في نفس الوقت ربما قد يكون المشهد مغايرا لحالة الهدوء قد تتصاعد المطالب مرة أخرى وقد تذهب الجماهير إلى إقالة البرلمان أو حتى إلى خروج الكتل السياسية لسيمة وأنها رفعت هذا الشعار مسبقا لكن على كل الأحوال يعني الآن الموقف الآن يبدو مريحا يبدو هدوء نسبيا بالنسبة للمتظاهرين حتى موضوع الصدامات حتى موضوع القتل الذين وقعوا في الناصرية وفي النجف يعني هذه الأمور بدأت تركا على جنب وبدأت الاحتفالات هي تتسيد الموقف على الاعتبار أنه هذا المطلب مطلب رئيسي نخفذ من قبل الجماهير أو بضغط من الجماهير هكذا يرى المحتجون وأن موضوع بقاء عادل عبد المهدي قد حسم لن يبقى عادل عبد المهدي في السلطة ماذا عن طرف الثالث محمد؟ يعني إذا كنا سنشهد استمرار الاشتباكات فمعنى ذلك أن هناك بالفعل طرف ثالث إذا عمى الهدوء فمعنى ذلك أن هذا الطرف الثالث لم يكن له وجود من قبل أليس كذلك محمد؟ بالفعل يعني إذا عمى الهدوء ستتحمل الحكومة مسؤولية قتل المتظاهرين لكن إذا ما جددت الاشتباكات وجدد إطلاق النار وجددت مرة أخرى مسألة قتل المتظاهرين فأن الطرف الثالث ربما سيبرز إلى الساحة مرة أخرى طبعا هناك تكهنات كبيرة عن من هو الطرف الثالث هناك من يتهم الحزاب هناك من يتهم أطراف خارجية وهناك من يقول أن الحكومة هي من خلقت هذا الوهم وهو الطرف الثالث وأنه لا يوجد طرف ثالث في الموضوع هي مجرد إجراءات قمعية من الحكومة ضد المتظاهرين شكرا جزيلا لك محمد فاضي المراسل الغد كنت معنا من بغداد